احنا هنعمل مكرونة كواقع باللحن مفرومة. هنحتاج طبعا الكواقع جزر مبشور صغير خالص اكيد لحما مفرومة في يدين. تماطم ومعلقة صلصة. صلصة تماطم. بالنسبة للتماطم احنا هنحتاج ان احنا نقشرها. هنجيب سكينة وهنعمل فتحة كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بالطول وبالعرض. وبعد كده هنحطها في مية سخنة. طريبا تلات دقيق. وبعد كده هنطلحها ونحطها في مية ساعة. ساعة جدا. وهنسابها شوية. تلات دقيق برضو. وبعد كده هنقشر الاشرة اللي برا. وبعد كده هنقطعهم صغير جدا زي ما انتم شايفين دلوقتي. وبصل برضو هنقطعه صغير جدا زي ما انتم شايفين. اول حاجة هنعملها ان احنا هنسلق المكارونة. يلا بينا نسلقها. نملح المية كويس اي بتاعت المكارونة. وبعد كده هنحط المكارونة. بالنسبة للمئدير انا كده كده هسيبها في صندوق الوصف. بحيث لو حد يحب يرجع عليها او يشوفها مكتوبة انا هسيبها لكم. احنا هنسلق المكارونة وهنعمل اللحمة المفرومة زيت زيتون ومعلقة زبدة. اربع فسوس توم مفرومين صغير قوي. احنا هنحط نص بصلايا. ونص جزرايا. متوسطة مبشورة برضو. هنحط عليهم رشة ملح. ورشة فلفل اسود. هنزود شوية زيت زيتون على جنب كده. وهنحط عليهم لحمة المفرومة. اللحمة زيت نفسها بقى هنحط عليها ملح. وفلفل اسود. نبدأ نقلب كل ده مع بعضين. بعد ما قلبناهم مع بعض. وندناهم تشويحة. واللاحمة ابتدت تستوي معنا. هنحط التماطم بتاعتنا. ومعجون صلصة التماطم. ونسيبهم على نار هادية كده. انا حطيت ملح وفلفل اسمر. وانا ضغط اللحمة ولايت ان هي مززة شوية. ممكن بسبب التماطم. وبسبب الملح اللي احنا حطناه. فعشان نعادل الطعم ده انا رشيت رشة سكر خفيفة عليها. وكنت عايز تعمل صلصة يبين اكتر فعطيت تقريبا ربع معلقة صلصة. بعد كده هنجيب الماكرونة الكواقع اللي احنا سلقناها. وهنبدأ نحط فيها اللحمة ونرصصها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. وهنحط فيها جبنة الموتسريلة. في الحقيقة جبنة الموتسريلة انا كنت نوعا اول مرة جربه. وفي الحقيقة ما دانيش الناتج اللي انا عايزه من ناحية ان الجبنة تكون صحيحة. وفي نفس الوقت للطعم. بغض النظر عن اسم المنتج ده ايه? الاكل طلع في الاكل خالص كويس. وعجبني جدا. اكلة طحفة هتعجب كلها جربتوها. جربوها بالهنة والشفة. وده خلاني اننا ان شاء الله في الفترات الجاية هنشتهل مع بعض ان احنا نعمل جبنة الموتسريلة في البيت. شكرا مع السلامة.